بقى هنا اه احنا قلنا الهدف اه لو حققت الهدف يبقى اه حاسب ما حققتش الهدف يقول اللي انت عملته نعم والالف ده بابة اللي انت ضمرتهم او انت ضمرتهم او انت ضمرتهم او انهم مش قيوة نعم ما ناحن بيجي انت الرئيس حزب اللي كود اه قبل حرب اه ثلاثة وصول نعم وده احد السقور ايوا في اسرائيل نعم قال لجملة متسجلة جول ان سيناء جزء عضوي من اسرائيل امم وسأتخذ فيها مرقدي ابد يعني لما موت الدفن فين في سيناء ادي قيمة سيناء بالنسبة لهم اه ادي قيمة ده بيجي الوقع مع رئيسها ده اه هو اه شأن كده هو هو بقى اه هنا بقى الحرب بس هنا كمان معلش سيناء بالنسبة لهم كده ايوا جزء عضو من اسرائيل حنشوفها دلوقتي نعم حنشوفها دلوقتي طب ايه اللي خلاها ما كده اه الارادة اه النتيجة عن الحرب فرض النفسها الجميع نعم والموقف السياسي والاعلامي وكل ده فرض نفسها الجميع نعم اذا القوة نعم تصدع الحق اه تصدع الحق الحق فهنا بقى اه هل المفارقة دي انا بكلم بقى اه يعني اخواتنا واولادنا وزميلنا نعم نعم هل المفارقة اللي قال لك سيناء جزء وحددفل فيها اه وهو اللي ماضى على الاتفاقية لتسليم سيناء بالتامل ايوا هل دي بس شيء لنتيجة معينة نعم يعني هنسيبها للناس اه يعني كل واحد يقدرها نعم لما هنوصل للجنة اجرانات في الاخر نعم هنجد مزيد من الدلالات لأيض الوضع لاجنة اجرانات الاسرائيلية بعد الحرب بيعملوا تقييم وعملوا اجراتها نعم اتفضل 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 هبتجي بقى في موضوع مهم اوي انا مسابقين معلومة القاتلة قبل ما نروح للمعلومة القاتلة لان انا هنا سادة مشاهدي لازم اقول لحضراتكم الجزء ده مهم اوي عشان ده جزء فيه تفصيلات كتير اوي هنتكلم فيه على المعلومات وازاي الدولة المصرية استغلت على استخدام سلاح المعلومات سيادة اللي هو محمود اطلق عليه المعلومة القاتلة 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 تمام المعلومة القاتلة وربما ده هيوصلنا للدور بتكلم الدولة كلها ولكن كمان اشرف مروان ايه اللي حصل في الجزء ده فضل الفضل